الدائرة التالية مقسمة إلى 6 أقسام متساوية هذه الدائرة موجودة عندي وقالي أنها مقسمة إلى 6 أقسام متساوية هذا جزء الأول ثاني ثالث الرابع الخامس السادس هذا السؤال الأول قالي كم يمثل القوس المضلل باللون الأصفر القوس المضلل باللون الأصفر بالنسبة لمحيط الدائرة لو فكرنا أصلا محيط أي شكل هو رح يساوي مجموع أطوال خارجية طيب الدائرة يعني ممكن نقول مجموع أطوال الأقواس الموجودة عندي يعني طول القوس الأول زاد الثاني زاد الثالث زاد الرابع زاد الخامس زاد السادس يعني معناها كلها 6 أقواس طيب القوس هذا المضلل كم يمثل بالنسبة لستة يمثل جزء واحد يعني ممكن نقول إجابة السؤال الأول القوس المضلل باللون الأصفر يمثل يمثل واحد على ستة جزء من ستة أقواس طيب نجي للسؤال الثاني قال لي إذا كان قياس زاوية الدورة الكاملة هي 360 يعني لو بدنا من النقطة هذه وأخذنا الدورة كاملة بيكون قياسها 360 قال لي فأوجد قياس الزاوية ألف قياس الزاوية ألف يعني قياس الدورة هذه الدورة البسيطة هذه بنفس الطريقة هذه الدورة كم تمثل لو فكرنا فيها أيضا تمثل جزء من ستة لأن هذه جزء وهذه جزء أيضا وهذه جزء ومجموعة هذه الأجزاء أو الدورة هذه كاملة راح يكون 360 يعني ممكن نقول إجابة على السؤال الثاني أن قياس الزاوية ألف راح يساوي حلنا قلنا الزاوية تمثل جزء من ستة ضرب قياس زاوية الدورة الكاملة قلنا 360 360 درجة طيب نجي الآن نحسب الناتج البسط في البسط والمقام في المقام هذا راح يساوي 1 في 360 360 360 على ستة وهذا راح يساوي 360 على ستة راح يساوي 60 درجة معناها أن قياس الزاوية ألف راح تساوي 60 درجة وشكرا ألف وشكرا ألف 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 شكرا اشتركوا في القناة